وإحنا بنتكلم وبنتابع احتفالية عيد العمال ومشاكل العمال وإزاي الوزارة وإزاي مجلس النواب والتحاد عمال مصر في جهات كتيرة مسؤولة إنها تنهض بالعمال وما تكونش اللقطة بس هي مجرد الصورة اللي إحنا بنتبهها كل سنة هنتكلم في ده ونرجع برضو هنتابع التفاصيل متعلقة بالاحتفالية لكن في لقطة النهاردة ناس كتيرة وقفت قدامها بعيدا عن الاحتفال وبعيدا عن التكريم ومشاكل العمال فضيلة شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب وهو داخل القاعة علشان طبعا حضور الاحتفالية كان في موجة من التصفيق عاصفة تصفيق عالية واستمرت يعني الوقت محترم ناس كتيرة وقفت قدام اللقطة دي لأنه طبعا كل التقدير لفضيلة شيخ الأزهر كرمزه وكدوره وكمؤسسة دينية وما إلى أخره لكن النهاردة تحديدا عاصفة التصفيق اللي تم مقابلة فضيلة شيخ الأزهر بها يمكن البعض حاول أنه يفسرها يا ترى ليه وليه النهاردة بالذات هل المسألة لها علاقة باللقاء الأخير وزيارة قدسة بابا الباتيكان والدور اللي قام بفضيلة شيخ الأزهر وكإمام معتدل ويمكن إشادة من كتير من وسائل الإعلام الأجنبي فده الترجم النهاردة في احتفاء به بهذا الشكل ولا المسألة لها علاقة أنه خلال الفترة اللي فاتت كان فيه خلينا نقول هجوم على فضيلة شيخ الأزهر أو على مؤسسة الأزهر الشريف من خلال بعض وسائل الإعلام فيه اللي كان بيشكك أو يقلل من دوره فيه اللي بيقول أنه شيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر الشريفة بتقومش بالدور الكافي فيما تعلق بتجديد الخطاب الديني المناهج الكلام ده التطرف يعني الأشياء اللي حضراتكم تبعتوها أو سمعتوا عنها فده كان محاولة لتفسير اللي حصل النهاردة والترحيب الشديد بفضيلة شيخ الأزهر عند وصوله لقاعة الماسا أثناء الاحتفال بعيد العمال خلونا نتابع كده ونشوف اللي حصل وإزاي تم مقابلة فضيلة شيخ الأزهر النهاردة شكرا 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 شكرا